إذا نظرنا إلى الألعاب الرياضية بشكل عام فالخليج هي منطقة مؤهلة لأن تستلم زمام الأمور والقيادة في هذا المجال هناك دول تجيد التنس وأخرى الهوكي ولكن لا أحد أصبح الدولة المختصة بألعاب الإلكترونية كوريا كانت لوهلة تمسك بزمام الأمور ولكن هناك الكثير من اللاعبين والكثير من الاقتراق في مجال الرقمي وكان خليط أو مزيج جيد جعل من الأمر مؤاتيا للمنطقة